قبل ما عايزين طبعا هنتكلم على نادي بقى الزمالك والأخبار بتاعة نادي الزمالك بس عايزة أتكلم على حاجة على الموضوع بتاع العروض التي تنهال على لعيبة النادي الأهلي فكرة برضو أن الأهلي يعني يضحي بكل اللعيبة دول وهم من القوام الرئيسي للفريق وشوفنا الأداء المتميز بتاعهم مع نادي الأهلي وشوفنا الأداء الرجولي في كل البطولات التي بيشارك فيها نادي الأهلي أعتقد صعب شوية أن النادي يبيع كل اللعيبة ديا مرة واحدة حتى لو كان العروض مغرية طيب خلونا بقى نروح للأخبار الحصرية من رقم 10 وهنا بنتكلم دلوقتي على نادي الزمالك اللي هو بيدرس تقديم عرض مغري مكوم مبلغ مالي بجانب عبدالله جمعة ومحمود الشبان على نادي المصري علشان التعاقد مع اللعب التونسي إلياس الجلاصي خلال فترة الانتقالات الصيفية لسه مكملين في نادي الزمالك برضو من الأخبار والكواليس الحصرية لبرنامج رقم 10 نادي الزمالك بيراقب وضع أشرف بن شرقي في الفترة الحالية يعني خاصة في ظل ظهور أخبار عن اقتراب فسخ تعاقد لعب مع نادي الجزيرة خلال الانتقالات الحالية العديد من التقارير المغربية بتأكد أن بن شرقي بيرغب أن هو يرجع تاني للزمالك ده طبعا بيخلي الزمالك بينتظر الإعلان بشكل رسمي عن فسخ تعاقده مع الجزيرة عشان يتحرك هو من أجل التعاقد معه بشكل رسمي طيب برضو رسم كاملين معاكم فيه الأخبار الحصرية لرقم 10 مراد من نادي امبي اللي بيحدد رغبته في الحصول على مليون ونصف مليون دولار عشان يوافق على بيع محمد حمدي الظهير الأيسر سواء ليه نادي الأهلي أو الزمالك اللعب صاعد طبعا بيأدي مردود رائع بيلفت أنظار القطبين على مدار الموسم الحالي بيدخل طبعا ضمن حسابات الأهلي والزمالك في مركاته الصيفي لسا مكملين فيه الأخبار الحصرية لرقم 10 الزمالك بيقول أنه لم يدخل في مفاوضات مع نادي في وشير علشان يضم محمود عبد الرحيم جنش في سوق الانتقالات القادمة لجنة الفنية قامت بتسريب الخبر للإعلام علشان تستغل الموضوع ده كورقة ضغط على محمد عواد للموافق على تجديد عقده والاستمرار مع الفريق الأبيض